نالا لكم أما هلأ أكيد مكافين باقي فقراتنا بهاليوم المميز بذكرى انتصار حرب تشرين تحريرية ريجر رح ننتقل عند زميلتنا سلمة عودية اللي عم ترافقنا لتعرفنا على أقسام البانوراما وهلأ رح ننتقل معها لنتعرف على قسم آخر مرحبا سلمة خبرينه هلأ وين صرت نعم نحن متواجدين حاليا بإحدى قاعات متحفة بانوراما حرب تشرين التحريرية واللي من خلال هاي الجولة عم نرصد معكم أقسام هاي البانوراما المتميزة يمكن كل مكان وكل زاوية بهذا المتحفة بترصد جزء من الحرب تشرين التحريرية اللي إلها بنفوسنا جميعا ذكرى أهمة أول شي بدي صبح عليك صباح الخير هلان حررت صباح النور تعرف بحضرتك سعاد عليهم بذن بانوراما حرب تشرين تحريري دليل سياحي معي ميسان ومع مشاهدينا الأنيسة سعادية اللي رح تعرفنا عن القاعة اللي نحن متواجدين فيها حاليا تعرفين أكتر شو اسمها القاعة وشو بتمثل نحن موجودين بقاعة هي ديوراما تحرير مرصد جبل الشيخ طبعا بتحكي إنه كيف تم تحرير هذا المرصد بنشوف هون عبارة عن مجسمات امتداد لشاشة مضاءة طبعا بتمكن الزائر إنه يحضر الموقف إنه كيف تم تحرير هذا المرصد طبعا بالساعات الأولى اللي بدأت تحرب كيف قامت القوات الخاصة السورية باقتحام المرصد بمساعدة قوات جوية ومدفعية وهيك إنه عرض سينمائي طبعا لدقائق معدو يعني مثل ما قلت حضرتك من خلال هاي اللوحة الفنية اللي هي تمزج بين الطبيعة وبين المجسمات بيقدر أي حدا يقدر يشوف هذا المشهد المشهد يمكن لي محفور بذاكرتنا جميعا وهو تحرير مرصد جبل الشيخ شكرا كتير أهلا أهلا وسهلا أما هلا ميسان فبدي أرجع لكم وأكيد أترك الكاميرا جول شوي لاتفرجيكم هذا المكان وهي الصورة صورة مرصد جبل الشيخ المحررة من قبل قوات الجيش العربي السوري في سادس من تشرين الأول عام 1973 شكرا لعائلة